ملفات لم تكن معلنة حينها كانت الأهمة في جدول أعمال وزير الخارجي الأمريكي جون كيري خلال زيارته بغداد ففي الوقت الذي أكد ائتلاف دولة القانوني أن أمريكا ضغطت باتجاه الإبقاء على رئيس مجلس الوزراء حيدر لعبادي وأن يكون التغيير على مستوى الوزراء عدى المجلس الأعلى الإسلامي أن الأمريكيين وجهوا رسالة غير مباشرة تعكس رغبتهم بأن يكون التعديل الوزري على مستوى الوزراء فيما عزى تحالف القوى الوطنية العراقية تأييد واشنطن الواضح لبقاء العبادي لرغبتها ضمان الاستقرار السياسي وحصول العراق على المنح الدولي لتجاوز أزمته المالية القيادي في دولة القانون جاسم حمد جعفر قال أن زيارة كيري كانت مجدولة وقديمة عادا أن العبادي كان ناجحا وواضحا بعمله وتعامله مع الكتل والمكونات الأمر الذي أعطى رسالة واضحة للكتل بأن الحديث عن تغييره ليس له ما يبرره كما أضاف أن ممثل الرئيس الأمريكي باراك أمام الذي زار العراق قبل أيام واجتمع برئيس الوزراء وبقية الكتل من دون استثناء ركز على ضرورة إيجاد تفاهم وطني لحسم قضية الحكومة الجديدة واعتبر أن مسألة تغيير العبادي في هذا الوقت غير مرغوبة بالنسبة لواشنطن المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم هو الآخر أكد وعلى لسان القيادي فيه حميد معلة واشنطن تعتقد بضرورة إجراء الإصلاحات على أن تكون مدروسة ومتأنية كما أعطت رسالة غير مباشرة بشأن بقاء العبادي على رأس الحكومة وأن يكون التعديل الوزاري على مستوى الوزارات أما تحالف القوى العراقية فقد أكد تأييد الولايات المتحدة الواضح لبقاء العبادي بمنصبه تمهيدا لحصوله على المنح الدولية آيرا المقبل عادا أن واشنطن قد لا تمانع تغييره بعد ذلك في حال أخفق بإتمام الإصلاحات ورأى القيادي في التحالف محمد الكربولي أن الدعم الأمريكي للعبادي ليس لشخصه كما يعتقد البعض إنما لتهيئة الأجواء لمؤتمر المانحين وتحضيره الحكومة العراقية للاستفادة من منحة تتراوح بين 15 إلى 25 مليار دولار لافتا إلى أن تغيير الإعبادي يمكن أن يدخل البلد في نفق الاختيار لرئيس الحكومة الجديد الذي قد لا يخرج منه حتى نهاية العام الحالي اشتركوا في القناة